تستعد السوق السعودية لاستقبال وفد جديد نتحدث عن شركة دار المعدات الطبية والعلمية التي هي الأخرى تستعد لدخول إلى السوق السعودية نقف على تفاصيل طرح الشركة للفترة المقبلة نتحدث عن حجم الطرح الذي سيصل إلى 6 ملايين سهم بالنسبة لفترة الطرح ستكون بالنسبة للأفراد خلال أربعة أيام من 31 يناير لغاية 3 فبراير 2022 فترة بناء سجل الأوامر من 17 يناير التي بدأت وكذلك إلى غاية 27 يناير 2022 بالنسبة لحجم الطرح من رأس المال سوف يكون في منسبته 30 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال أما بالنسبة للنطاق السعري لأسهم الطرح سوف يكون بين 45 ريال إلى غاية 52 ريال للسهم الواحد القيمة الإسمية المدفوعة بالكامل عند عشرة ريالات للسهم الواحد هذا فيما يخص تفصيل الطرح ولكن بالنسبة للفئات التي حق لها المشاركة في طرح شركة دار المعدات الطبية والعلمية يقتصر الاكتتاب على شريحتين الشريحة الأولى هي المؤسسات والشريحة الثانية الأفراد بالنسبة لإجمال عدد الأسهم لكل فئة المؤسسات سوف تكون في حدود المئة في المئة ما حجمه 6 ملايين سهم لكن قد تنخفض إن كان بحسب الطرح بعد ذلك تنخفض لما نسبته 90 في المئة أي ما حجمه 5 ملايين و400 ألف سهم في حل وجود طلب قوي من الأفراد في خلال فترة الاكتتابات وأما بالنسبة للأفراد سوف يتم تخصيص ما نسبته 10 في المئة وهذا ما يمثل 600 ألف سهم من مجموع وإجمال الأسهم المطروحة الخاصة بالشركة نتحدث عن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل فئة المؤسسات 100 ألف سهم أما بالنسبة للأفراد فهي في حدود 10 أسهم هذا فيما يخص تفاصيل كل الطرح ولكن نقف على تفاصيل الشركة ونبدأ عن الشركة التي تأسستها في 19 نوفمبر العام 1979 هذا تاريخ تأسيس الشركة لديها عدة أنشطة تخدم فيها الشركة نتحدث عن أبرز الأنشطة كالصيانة والنظافة لدينا الإنشاءات والمقاولات كذلك في التشغيل غير الطبي للمستشفيات وتوريد القطاع الغير وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تخدم فيها الشركة بالنسبة للشركات التابعة للدار المعدات لامتلاك حصص مسيطرة في رؤى الحماية وكذلك لديها في شركة قرقاص التجارية وشركة نبض للصناعات الطبية أما بالنسبة لآخر الأرقام التي حققتها الشركة نقف عن أبرز أرقام هذه الأداء المالي الخاص بشركة دار المعدات الطبية والعلمية بالنسبة للإيرادات شهدنا قفزة خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 والتي ارتفعت من 597 مليون إلى أكثر من 652 مليون أما بالنسبة للأرباح هي الأخرى ارتفعت بحدود 4 ملايين لتصل إلى أكثر من 74 مليون مقارنة مع 70 مليون 400 ألف مليون 400 ألف أريال سعودي بالنسبة لإصافي الأرباح التي تم تحقيقها خلال العام 2019 هذا كانت أبرز تفاصيل الطرح الذي قد تستقبله السوق السعودية خلال الفترة المقبلة